اهلا اهلا نحن نتكلم هذا الدرس عن منتج مرة مفيد مهم نتوقع لكل حين صار يستخدمه لهو ماء المسلر عبارة عن ايش عبارة عن موية وصور فاكتنت لهو مادة خافضة للتوتر السطحي لها خاصية التنظيف بس لطيفة مرة ممكن نحط خلاصات ومادة حافظة بس هذه المواد الاساسية فكرتها ان تنظف البشرة من الوساخة من المكياج من كل شي بدون ما نحتاج للموية لانه هي عبارة عن موية مخففة صابون او زي موية صابونية كذا مخففة عرفتوا كيف هذه فكرة هذا المنتج اصغف شكل عام والخطوات مرة سهلة كوب واحد ممكن نسوي هذا المنتج خمس دقائق حرفيا نستعرض المواد الحين نحتاج اول شي لهذه المادة وهي هي المسؤولة عن التنظيف في هذا المنتج رح نحتاج هنا لبروبلين كلايكول بديلة الجرسلية بس احنا ما نستخدم الجرسلية هنا هذه المادة حافظة ممكن تحطون اي مادة حافظة عندكم واختياري الخلاصات هذه خلاصة الخيار مرة لطيفة للبشرة وتناسب كمان للعيون وعلبة رح نحط فيها المنتج بس نقيس الحين للمواد ونحطها فوق بعض ونخلطها كويس وينتي من صناعة هذا المنتج نستخدم لتنظيف المكياج للوساخة عجزانة اصلا تغسلين وجهك بعض الاحيان خاصة بس تمسي حينها بالقطنة وانتهينا ما يحتاج حتى تغسلين موايا بس الافضل الافضل نغسلها يعني نشطفها بموايا بعد الاستخدام عشان نتأكد كل الرواسب راحت ما انها مو مفروض عادي رح نقيس البي اتش اخر شي نحط ما دل حاجة بعد ما نتأكد من البي اتش مضبوط طبعا البي اتش لازم نزلة يكون حمضي اكثر من انها قاعدي هنا رح اصبها بالعلبة بعد كم ساعة رح تختفي الفقعات رح يكون زي الموية شفافة تماما هذا شكله نهائي بس يختفيه بعد كم ساعة هنا انا صورتها قبل كما ينفع سنمسح فيه الجسم تحت الابات بين الفخود اي منطقة حرفيا ممكن نستخدم هذا المنتج جدا امن الان رح نجربه على المكياج هذا الرجل مرة قوي اصلا مايروح بسرعة ومع ذلك رح نجرب عليه هذا المنتج 99 منا راح ما شاء الله خلصنا واذا حابين تعرفون اكثر عن السورفاكتنز او هذه المواد اللي تنظف والمستحلبات هذي رح كلها شرحتها بالتفصيل في الدورة حقت صناعة الكريمات من الصفر وهذا المنتج تجاري ممكن تتجون فيه تماما ترجمة نانسي قنقر